اسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالترتيب الزمني يعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأخير الأنبياء وخاتمهم ومن أجل إعلاء منزله ومكانته خصه الله بخصائص تميزه عن غيره منها الزواج بأكثر من أربعة نساء فقد تزوج بإحدى عشر زوجة شرفهن الله بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وهن أيضا زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهن وعددهن حينئذ تسعا وهن سودى وعائشة وحفصة وأم سلم وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمون رضي الله عنهن ترتيب زوجات النبي وأسمائهن اختلف الكاتب في سير أمهات المؤمنين في ترتيب زواجهن من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لاختلافهم على المعتمد عليه في الترتيب أهو عقد النكاح أم الدخول فإن تم اعتماد أمومة المؤمنين بالدخول فإن ترتيبهن يكون على النحو التالي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ثم سودة بنت زمعى ثانيا وثالثا عائشة بنت أبي بكر رابعا حفصة بنت عمر بن الخطاب خامسا زينب بنت خزيم رضي الله عنها ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حويي ثم أم حبيبة وأخيرا ميمون بنت الحارث رضي الله عنها وعنهن نبدأ بخديجة بنت خويلد هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن العزى القرشية وأمها فاطمة بنت زائدة وقد كانت رضي الله عنها امرأة غنية تستأجر الرجال للعمل في تجارتها وسمعت بصدق رسول الله وأمانته فأحبت أن تستأجره فوافق النبي على ذلك وبدأت تجارتها بالزيادة والربح أضعاف ما كانت عليه فأعجبت بشخص النبي وعرضت الزواج عليه عن طريق صديقتها نفيسة بنت مونية فقبل النبي بذلك وكان أبوها خويلد هو من تولى أمر زواجها وقد كان رضي الله عنها مثالا للزوجة الصالحة ولها العديد من الفضائل فهي أول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الإطلاق وهي أم لأبناء رسول الله جميعهم ما عدا إبراهيم الذي أنجبته ماريا القطبية كما أنها بشرت بالجنة ونالت شرف السلام من الله وجبريل عليه السلام وتجدر الإشارة إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت في شهر رمضان عن عمر 65 سنة وقد سبب هذا الحدث الحزن الشديد لرسول الله فقد كانت رضي الله عنها قرة عينه ورفيقته في السراء الراء والضراء إذ استمر زواجه بها 25 سنة سودة بنت زمعة هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك وأمها الشموس بنت قيس بن زيد من بن لجار كانت متزوجة من السكران بن عمرو وقد توفي عنها بعد إسلامه وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بثلاث سنوات حيث خطبتها له خول بنت حكيم ووافق على ذلك إذ عاش وحيدا بعد فراق زوجته خديجة طوال هذه الفترة وقد ورد الكثير من الفضائل فيما يتعلق بأم المؤمنين سودة بنت زمعة من ذلك أنها جعلت يومها من رسول الله لعائشة رضي الله عنها عندما كبرت حرصا منها على البقاء في عصمته وحبا به وابتغاء لمرضاته روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة فقالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشار إلى أن وفاتها رضي الله عنها كانت في آخر خلافة عمر بن الخطاب وقيل سنة أربعة وخمسون في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا عائشة بنت أبي بكر وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر تزوجها النبي بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إذ جاءت خولة بنت حكيم تعرض على الرسول الزواج بعائشة فقبل بها وكان عمرها ست سنوات وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن المؤاخات تمنع المصاهرة فأشكل الأمر على أبي بكر إلا أن النبي بيّن له أنه أخوه في الدين وهي له حلال وكان ذلك في شوال من السنة الثالثة قبل الهجرة وكان مهرها 12 أوقية ونصف وقد دخل بها بعد ثلاث سنين أي في السنة الأولى للهجرة وتوفي عنها وعمرها عفوا 18 سنة وكانت عائشة رضي الله عنها من أفقه نساء الأمة حتى إذا أشكل أمر على الصحابة رجعوا إليها وقد ولدت فضائلها الكثير في القرآن والسنة ومن ذلك قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين حيث شهد الله لها بالمنزلة العالية من الإيمان والعفا حفصة بنت عمر بن الخطاب وهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب وأمها زينب بنت مضعون بن حبيب ولدت قبل البعثة بخمسة سنين وكانت رضي الله عنها متزوجة من خنيس السهمي رضي الله عنه والذي استشهد بعد غزوة أحد سنة ثلاث للهجرة إثر إصابات ألمت به وقيل بعد غزوة بدر فحزن عمر رضي الله عنه على ابنته الشابة لما تشعر به من الوحدة والترمل فعرض بعد انقضاء عدتها بقليل على صديقيه أبي بكر وعثمان الزواج بها فلم يلقى الجواب الذي أمل به منهما وكان قد علم لاحقا أنه ما قد سمع النبي يذكرها فخطبها النبي وكان صداقها بساطا ووسادتين وكساء وردائين أخضرين وقد تميزت رضي الله عنها بعلمها وحرصها على التعلم فقد روت عن رسول الله وعن أبيها ستين حديثا وعرفت بفصاحتها وبلاغتها وتأثر كلامها وأسلوبها بالقرآن كما أنها كانت من ذوات الرأي والمشورة لرجاحة عقلها أما وفاتها رضي الله عنها فقد كانت عن عمر النهزة ستين عاما في شعبان سنة خمس وأربعين وقيل إحدى وأربعون للهجرة في جمادى وذكر أن قبرها في المدينة الزوجة الأخرى هي زينب بنت خزيمة وهي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد المناف شارك زوجها عبد الله بن جحش في غزوة أحد واستشهد فيها وقد علم النبي بخبر ترمولها فتزوجها في العام الثالث من الهجرة في شهر رمضان ولم تستمر حياتها مع النبي سوى شهرين أو أكثر ثم توفيت رضي الله عنها في المدينة المنورة عن عمر النهزة الثلاثين عاما ويشار إلى أن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها كانت تسمى بأم المساكين في الجاهلية لعطفها وحنانها عليهم وعندما أسلمت شاركت في معركة بضر من خلال تقديم الرعاية للجرحى أم سلمة وهي أم المؤمنين أم سلمة هند بن بنت أبي أمية ابن المغير بن عبد الله قريشية من بن مخزوم وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة وقد كانت رضي الله عنها متزوجة من أبي سلم رضي الله عنه فعندما توفي دعت الله أن يخلفها خيرا منه فتقدم لها رسول الله تكريما لها ولزوجها فقد بذل الكثير في سبيل الدعوة وحنانا منه على صبيانها ودخل بها في شوال أو جماد الآخرة سنة أربع للهجرة وتولى ابنها عمر أمر تزويجها وكان صداقها صحفة كثيفة وهي آنية الطعام وفراش محشو بالليف وهو قشور نخل ورحة أي أذات طحن وقد تميزت أم سلم رضي الله عنها بالكثير من الفضائل التي خصها الله بها عن غيرها من أمهات المؤمنين ومنها رجاحة عقلها وفصاحتها وبلاغتها فقد اكتسبت ذلك من آبائها وأجدادها ومن عيشها في بيت النبوة كما أنها عرفت بعلمها الشرعي الغزير فقد روت الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنها الكثير وكانت سببا في نزول بعض آيات القرآن الكريم أما وفاتها فقد كانت في خلافة يزيد بن معاوية سنة تسعة وخمسون للهجرة عن عمر نهزت تسعون عاما وذفنت في البقيع وهي آخر زوجات النبي موتا وقيل إن آخرهن هي السيدة ميمونة وقيل أنها حفصة زينب بن تجحش وهي أم المؤمنين زينب بن تجحش بن ريئاب بن يعمر بن صبر بن أمرة ابنة عمة رسول الله فأمها أميما بنت عبد المطالب بن هاشم وكانت متزوجة من مولى رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنه وعندما طلقها أمر الله نبيه بالزواج منها بقوله فلما قضى زيد منها وطارا زوجناكما زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم ولهذا كانت تفخر رضي الله عنها بأن الله زوجها من فوق سر سموات بلا ولي ولا شاهد كما ورد في قولها إن الله أنكحني في السماء أما وفاتها رضي الله عنها فقد كانت سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وردت فضائلها ومناقبها رضي الله عنها واضحة بنص الآيات والأحاديث ومن ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كاها فكان لها الشرف العظيم رضي الله عنها عندما تولى الله سبحانه وتعالى أمر تزويجها برسول الله جويرية بنت الحارث كانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من بني المصطلق وكان والدها الحارث زعيمهم فأراد قتال رسول الله إرضاء لغطرسته وحبا في السلطة إلا أنه هزم أمام رسول الله ووقع أكثر من سبعمائة منهم أسرى في يده ومنهم ابنة الحارثة برّة التي أسماها رسول الله فيما بعد جويرية وكانت قد أتت رسول الله تسأله فقال رسول الله أَوَمَا هُوَا خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ وَمَا هُوَا قال أتزوجك وأقضي عنك كتابك فقالت نعم قال قد فعلت وأعتق قومها من الأسر صداقا لها وقد كانت رضي الله عنها كثيرة الصيام والقيام كثيرة العطف على الفقراء والمساكين محبة للخير والسلام حريصة على وحدة صف المسلمين وظهر ذلك جليا في موقفها المحايد في مواجهة الفتن التي داهمت المسلمين زمن خلافة عثمان بن عفان وعند استشهاد علي رضي الله عنهم جميعا وكانت تدعو الله أن إحقن دماء المسلمين وقد كانت وفاتها رضي الله عنها بعدما أضعفها الكبر في السن والمرض الذي لم ينفع معه العلاج في سنة خمسين وقيل ستة وخمسون للهجرة صفي بنت حيي بن أخطب وهي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من ذرية رسول الله هارون عليه السلام وأمها بر بنت سموأل وكانت قبل إسلامها متزوجة من كنانة بنت بن الربيع وهو شاعر يهودي قتل يوم خيبر فسبيت فصارت في سهم دحية الكلبي فجعلها لرسول الله وكان صداقها عطقها حازت رضي الله عنها على الكثير من الفضائل والمناقب ومنها أن النبي خصها بالرعاية والعطف الخاص لكونها غريبة فنساؤه جميعهن قريشيات ما عدها فكثيرا ما كان يذكرها بأنها حفيدة الأنبياء ومن جميل رعايتها أيضا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب وقد كانت وفاتها رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه خمسين سنة وقيل اتنتين وخمسون للهجرة ودفنت في البقيع أم حبيبة وهي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش بن رئاب وهي أقرب أزواج النبي نسبا إليه فهي من بنات عمه إلى جانب أنها كانت أبعد أزواجه ديارا عندما عقد عليها حيث تزوجها وهي في الحبشة وزوجها إياه النجاشي إضافة إلى أنها كانت أكثر نسائه صداقا فقد بلغ مهرها الأربعمائة دينار أصدقها إياها النجاشي هاجرت أم حبيبة رضي الله عنها الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلا أنه ارتد عن الدين وثبتت رضي الله عنها على دينها وهجرتها أما وفاتها رضي الله عنها فقد كانت في المدينة المنورة سنة أربعين وأربعين وقيل اتنين وأربعون للهجرة ميمونة بنت الحارث وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم وأمها هند بنت عوف بن زهير تزوجت في الجاهلية من مسعود بن عمر الثقافي الذي فارقها فتزوجت بعده أبا رهم بن عبد العزاء الذي توفي عنها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت رضي الله عنها من سادات النساء وهي أخت أم الفضل زوجة العباس عم النبي وقد جعلها أمرها للعباس عندما خطبها النبي فزوجها إياه وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة سبع للهجرة في سرف ويشار إلى أنها كانت آخر مرأة تزوجها النبي ورد الكثير من فضائلها رضي الله عنها فقد روت عدة إحاديث عن رسول الله وكانت وارعة تقية تصل الأرحام فقد روى ابن حجر عن يزيد بن الأصم عن عائشة أنها قالت تصف ميمونة أما أنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم أما وفاتها رضي الله عنها فقد كانت في سرف وقيل في مكة ثم حملت إلى سرف بأمر من ابن أختها ابن عباس رضي الله عنه وكان ذلك سنة 51 وقيل 61 للهجرة عن عمر بلغ 80 عاما تعد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بصفتهن زوجات لرسول الله أفضل الأزواج على الإطلاق وفيما يأتي ذلك بعض الأسباب التي توضح مكانتهن وأفضليتهن أولا خصهن الله بنزول الوحي في بيوتهن بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ثانيا حرم الله نكاحهن بعد رسول الله بقوله وما كان لكم أن تودوا رسول الله ولا أن تنكح أزواجه من بعده أبدا ثالثا وصفهن الله بالزوجية بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك للدلالة على الإنسجام والتوافق في علاقتهن برسول الله وتعد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن زوجات لرسول الله في الدنيا والآخرة ولهذا فإنه يجب على المسلم توقيرهن واحترامهن ومحبتهن في الله والترضي عنهن عند ذكرهن والدفاع عنهن والتصدي لكل أذى يقال فيهن ولكن ما هي الحكمة من تعدد زوجات النبي تعدد زوجات النبي هو وحي وأمر من الله دلت عليه الكثير من الآيات منها قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك فسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم وبدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية زواجه بنسائه يتبين أن السبب في تعدد زوجاته متعلق بعدة حكم يمكن إجمالها في الحكمة التعليمية مثلا تعد النساء نصف المجتمع وهن بحاجة إلى من يجيب عن أسئلتهن المتعلقة بهن كنساء من حيض ونفاس وأمور زوجية وغيرها وليست كل النساء تتغلب على حيائها لتسأل رسول الله في شيء وما كان لرسول الله الإجابة عن كل سؤال بتفاصيله الدقيقة عن المرأة فقد كان رسول الله حييا لذا فإنه بزواجه أعدى داعيات عالمات بأمور دينهن يجبن عن تساؤلات النساء الدقيقة الحكمة أيضا من تعدد الزوجات والحكمة التشريعية هناك الكثير من العادات والتقاليد الباطلة التي كان عليها الناس قبل الإسلام ومنها التبني ونسبة الولد المتبنى إلى من تبناه ولإلغاء هذه العادة أمر الله نبيه بالزواج من امرأة زيد بن حارثة بعد أن طلقها وكان الرسول قد تبنى زيدا دون أن ينسبه إليه وبذلك أبطل بدعة التبني وهو بأمر من الله ثالثا الحكمة الاجتماعية إنما يحدث بالزواج من مصاهرة ونسب كفيل بأن يجمع القلوب برباط وثيق كزواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة حبا بأبويهما وأخيرا الحكمة السياسية لا تؤلف المصاهرة بين القلوب على مستوى الأشخاص فحسب بل على مستوى العشائر والقبائل وبطبيعة الحال فإن المتعارف عليه هو نصرة النسيب والصهر وحمايته والالتفاف حوله وقد كان ذلك مدعاة لزواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين جويرية وصفية وأم حبيب رضي الله عنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة